وصفه البعض بضابط الاتصال بين الدوحة وجبهة النصرة ظل الوصف وصفا لكن سرعان ما أضحى حقيقة صحفيان فرنسيان ينشران كتابا أسمياه أوراق قطر كشفاه فيه بالأدلة والوثائق الدور الذي لعبه محمد نذير الحكيم في الملف السوري بالاستفادة من الدعم المالي الذي قدمته له مؤسسة قطر الخيرية منذ عام 2007 الدعم الهائل كان يصل للحكيم من خلال جمعية يديرها في مدينة ليون الفرنسية وتسمى جمعية الكندي واستمر حتى بداية الثورة السورية وما بعدها في الدوحة شارك الحكيم في تأسيس المجلس الوطني ومن ثم الائتلاف وحينها لم يبقى مجال للشك في تبعيته للإخوان المسلمين وعمله معهم كما اتضحت تبعيته لقطر فوفق مجلة ماريان الفرنسية فإن الحكيم اعترف عبر الإذاعة السويدية بأن منظمته تضم ألفين مقاتلين في سوريا وأنها تتعاون مع جبهة النصرة وهذا ما كشفه الكتاب أيضا مؤلفا كتاب أوراق قطر الفرنسيان مالبرونو وشاسنو أكد أن الحكيم كان ينقل السلاح من ليبيا والبوسنى إلى جبهة النصرة في سوريا عبر هيئة تسمى لجنة حماية المدنيين أسسها هيثم رحمة وضلع فيها الحكيم حتى أنها درت عليه ملايين دولارات وفي تحليل لصحف سويدية حول الموضوع شبها الحكيم بالعقرب السام وسط انتقادات للمخابرات السودية والفرنسية لعدم القبض عليه كتاب أوراق قطر فسر التعاون بين الدوحة والحكيم بالتقارب الأديولوجي بين جماعة الإخوان المسلمين وقطر ووجود تماهن في الرؤية المشتركة للإسلام السياسي اشتركوا في القناة